المدير العام لدوان الوطن للأراضي الفلاحية محمد مزين لعنصري عن تسوية وضعية حوالي 92% من الأراضي الفلاحية ومنح عقود الامتياز للفلاحين للاستفادة من مختلف القدمات ولتحقيق فلاحة عصرية سوينا الوضعية 92% من هذا الفلاح ينادو عندهم عقود الامتياز بقاونا 1-8% المشكل أراه اللي عندهم في القضاء أولا عندهم صدر الاكتواليزازيون تعلق الإكستريجي بلان الفلاح اليوم عنده عقود الامتياز ليسمح له يدير بحوايج كبار يدير شاركة يخلي طرب الأولاد والكتوفة يقدر يدير قارض في البنك وهذا العقود الامتياز هذا يسمح له بش يدخل في عالم الاستثمار الفلاحي موديرن